لون نهر نهر النيل وهو كريم غير بخيل لون نهر نهر النيل وهو كريم غير بخيل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا ومرحبا بكم بطلبة الصف الاول الابتداء طبعا زي ما تعودنا مع بعض احنا كل مرة بناخد حرف من حروف الهجاب النهاردة الحرف اللي حناخده مع بعض هو حرف النون يبقى الدرس بتاعنا النهاردة اسمه مهارة حرف النون اول حاجة بعرفها عن اي حرف انا بدرسه زي ما تعودنا هي اسم الحرف اول حاجة بعرفها هي ايه؟ اسم الحرف طب اسم الحرف بتاعي النهاردة اسمه ايه؟ نون اسم الحرف نون اسم الحرف يلا قول معايا اسم الحرف نون دي اول حاجة انا عرفتها عن الحرف بتاعي طب تاني حاجة بقى بعرفها عن اي حرف هي ايه؟ برافو شكل الحرب طب شكل حرف النون لو انا هكتبه برا الكلمة هكتبه الواحد و هكتبه ازاي لو انا عندي سطر بتاعي كده حرف النون بكتبه فوق السطر بكتب حرف النون فوق السطر خلاص يبقى حرف النون من الحروف اللي بتكتب فوق السطر طب بكتبه ازاي او برا عن دايرة بس مش بكملها دايرة مش مقفولة وبحط جواها نقطة ده شكل حرف النون للا واحده طب لو حرف النون بقى هكتبه جوا الكلمة ليه ثلاث أشكال في بداية الكلمة في وسط الكلمة في آخر الكلمة تعال نتعلم إزاي أقدر أكتب حرف النون في بداية الكلمة حرف النون من الحروف الطيبة مش من الحروف الرفاصة أو الحروف الشائية فعلشان كده حرف النون بيفتح إيده ويمسك في إيد الحرف اللي بعده في الكلمة يبقى حرف النون لو جي في أول الكلمة هيقف في الأول ويفتح إيديه عشان يمسك في بقية الكلمة بقية حروف الكلمة طب تعالوا نفكر كده في كلمة أولها حرف النون آه شوف معايا الصورة اللي ظهرت دي صورة إيه برافو صورة نحلة يبقى كلمة نحلة أنا بسمع في أولها صوت حرف النون يبقى نون في أول الكلمة زي كلمة نحلة نحلة زي كلمة إيه كمان برافو كلمة نجمة نجمة نون جيم ميم دي مربوطة نجمة يبقى نون في أول الكلمة زي كلمة نحلة وكلمة نجمة طب تعالوا بقى نتعلم إزاي أكتب حرف النون في وسط الكلمة حرف النون في وسط الكلمة هو دلوقتي في النص يعني فيه حرف قبلي وفيه حرف بعدي لو حرف النون الحرف اللي قبليه برضو من الحروف الطيبة هيفتح إيده اللي اتنين عشان يمسك في إيد الحرف اللي قبله ويمسك في إيد الحرف اللي بعده إنما لو حرف النون حييجي قبليه حرف من الحروف الرفاصة مش هيفتح إيده لنا ناحية الحرف الشائي عشان مش هيمسك إيده طب تعالوا نفكر كده في كلمة في وسطها حرف النون الصورة اللي ظهرت عندي دي صورة بنت با 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 نون تا بنت بنت يبقى نون في وسط الكلمة زي كلمة بنت ممكن النون عندي تيجي مش مسكة في الحرف اللي قبلها لو هو حرف من الحروف الشائية زي كلمة إيه اللي ظهرت عندي دي كلمة أنف أنف الريق خاصة للطيب سمعت ايديهاaban بطيب الاعدام لإذا هدفها هو حuchaول الحروف الشقيقة ثالث حاجة cohort أخرى هو حرف النون في اخر كلمة على الجهاز رانما ي � Quốc قبل حرف الحروف الطيبة ولو استطيع عدم النطري فيها دوريا ضغطي يطلب حرف النون ستق flor الأومınt، Nigga النقطة بتاعي. طب تعالوا نفكر كده في كلمة في اخرها حرف النون. صورة ايه اللي ظهرت عندي دي? صورة جبن. جبن. يعني جبن جبن جيم. با نون. جبن. جبن. شايف النون شكلها عامل ازاي? مسكة في حرف البا عشان هو من الحروف الطيبة. وبني الكلمة بالنون لان هي اخر كلمة اخر حرف في الكلمة. طب تعالوا نشوف كلمة تانية كده بس النون مش مسكة في اللي قبلها. كلمة ايه دي? اذن. اذن. حرف النون مش هيمسك في حرف الزال لان حرف الزال من الحروف الرفاصة. يعني النون مش هيمفع تمسك فيه. فالالف لوحدها والذال لوحدها والنون كمان واقفة لوحدها. اذن. يبقى نون في اخر الكلمة زي كلمة جبن وكلمة اذن. انا كده عرفت اسم الحرف. وعرفت ازاي اكتبه في اول ووسط واخر الكلمة. دلوقتي بحرف اسمع صوت حرف النون. واتفقنا قبل كده ان انا بسمع صوت اي حرف بحكتين. اولا صوت الحرف بالحركات القصيرة. ثانيا صوت الحرف بالحركات الطويلة. واحنا اتفقنا ان عشان اسمع صوت اي حرف لازم اقرأ بالتشكيل. تاني. علشان اسمع صوت الحرف لازم اقرأ بالتشكيل. طب تعالى بقى نسمع صوت حرف النون مع الحركات القصيرة. ايه الحركات القصيرة? فتحة. كسرة. ضمة. والسكون قلنا ده مش حركة دي بقول عليها علامة تشكيل. لاني بقى فعالي مش بحرك بقى خالف. اول حاجة حاسمع صوت حرف النون مع حركة الفتحة. لو انا كتبت حرف النون وقلت لك سمعني صوتها تقول لي لا. لازم احط عليه حركة من حركات التشكيل. طب لو انا حطيت على النون فتحة الفتحة هي حركة قصيرة بتسمعني صوت قصير. واحنا قبل كده سميناها فتحة لي شان بينفتح بقى اينا. طب يلا نفتح بقى اينا في النون كده? ني. صوت الحرف ني. صوت الحرف ني. تاني. صوت الحرف ني. تفكر كده معي في كلمة بسمع فيها صوت النون مفتوحة. ني. 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 اه صورة ايه اللي ظهرت عندي دي صورة نملة. نملة. نا. نملة. تعالا نكتب كلمة نملة. نا. نون. م. 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 لا. لام. نملة. نملة. يبقى اخرها تا مربوطة. نا. نملة. نا. نملة. طب نا ايه كمان نسمع نشوف صورة تانية. اه دي صورة نجمة. نجمة. نا. نون. مفتوحة. جا. جيم. م. 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 تا. مربوطة. نا. نملة. نا. نجمة. نا. نملة. نا. نجمة. نا ايه كمان صورة ايه دي. نمر. نمر. وفيه كلمات كتير في اللغة العربية احنا بننطقها في اللغة العامية. ولكن التشكيل بتاعها الصحة في اللغة العربية بيكون مختلف. يعني مش نجمة. نجمة. ومش نمر. نمر. نا. نمر. نا. نا. نون. م. م. رأ. نمر. يبقى اقول معي بقى كده. نا. نملة. نا. نجمة. نا. نمر. نا. نملة. نا. نجمة. نا. نمر. تعالي بقى نسمع صوت حرف النون بالحركة التانية اللي هي الكسرة. طبعا احنا قلنا قبلك لا سميناها كسرة ليه? شان بنكسر بققنا. يلا نكسر بققنا في حرف النون بس حبة صغيرة. عشان دي حركة قصيرة. بتسماني صوت قصير. نون كسرة ني. نون كسرة ني. ني. صوت الحرف ني. صوت الحرف ني. طب تعالا نشوف كلمة فيها ني. ني. صورة ايدي. نسر. ني. نسر. ني. نسر. ننون. س. سين. رأ. ني. نسر. ني. نسر. طب كلمة تانية. صورة ايدي. صورة نس. ناس. ني. نسر. 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 حركة اللي بعد كده اللي حسمع صوت حرف النون بيها هي الدم. صوت حرف النون بيهما هي definite. نو. نون ضمه. نو. نون ضمه. نو. 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 زي كلمة نجوم جمع نجمة نجوم نون جيم وومد ميم نجوم في كلمة تانية ده مش نصر واحد نصر ونصر ونصر يعني عددهم كبير جمع جمع نصر ايه بقى نصور نون 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 سين وومد رأ نصور نون نجوم نون نصور نون نجوم نون نصور طب انا كده سمعت صوت النون بالفتحة الكسرة والضمة عايزة اسمع صوتها بالسكون لو انا كتبت نون سكون وقلت لها عايزة اسمع صوتك هتقول لي ايه زي كل الحروف اللي فاتت هتقول لي هاتيلي حرف متحرك علشان ينطقني يعني لازم اجيب قبل النون حرف تاني متحرك علفتحة او كسرة او ضمة عشان اقدر اسمع صوت النون يعني مثلا نجرب معي كده لو انا حطيت قبل النون الفتحة هتقول ان 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 طب لو حطيت قبل النون باق كسرة بي 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 بن 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 طب تعالا كده نشوف الكلمة اللي ظهرت عندي دي صورة ايه برافو صورة مهندس 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 بقف على النون اهو علشان عليها سكون مؤميم ها نون دال سين مهندس مهندس المقطع السكون هنا ايه حرف النون اللي عليه سكون والحرف اللي قبل اللي هو الهاء الفتحة هن مقطع السكون هن هن يبقى نون سكون مهندس نون سكون مهندس نون سكون مهندس اصدهرت عندي صورة تانية برضو فيها نون سكون دي صورة ايه ممكن كلمة بنت بنت مقطع السكون بن بن وكملت الكلمة خلتها كلمة بنت بنت فيها نون ساكنة ممكن كمان نون ساكنة في كلمة هند هند فيها نون ساكنة وده اسم بنت انا كده اسميها تحرف النون بالثلاث حركات القصيرة الفتحة والكسرة والضمة وكمان مع السكون مع علامة السكون طب دلوقتي عايزة اسمع صوت حرف النون مع الحركات الطويلة واحنا اتفقنا ان الحركات الطويلة دي هي الاخوات الكبار للثلاث حركات القصيرة الفتحة والكسرة والضمة اول حركة من الحركات الطويلة واحنا قلنا ان حركة طويلة يعني مد حركة طويلة يعني مد بالألف مد بالواو مد باليا أول حاجة حاسمع صوت حرف النون الممدود بالألف حرف النون لو أنا بمليك نون قلت نا يبقى نون فتحة طب لو أنا وأنا بمليك بقى طولت قوي وقلت نا يبقى بعد النون في ايه؟ في مد بالألف نا واتفقنا قبل كده أن ده اسمه مقطع مد مقطع مد يعني حرف مد وقبليه الحرف الممدود والمقطع ده فيه مد بالآلف والحرف الممدود النون وعلى طول على طول المد بالآلف علامته الفتحة ناااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا نرى صوت حرف النون مع trigger ثم نوان كتبت إِني únى جانب مدى بالنون حرف الممدود النون المد الكسرة. طب تعالى نفكر في كلمة فيها ني اقرأ معي الكلمة دي. مو ني را. مو ني را. مو ني را ده اسم بنت. مو ني را. ني مو ني را. ني مو ني را. تعالى بقى نسمع صوت حرف النون الممدود بالواو. لو انا بمليك وقلت النون يبقى نون ضمة. طب لو مديت بقى بقى ضميته جامد. وقلت نوو يبقى حط وراء النون ايه? مد بالواو. نوو فيها مد بالواو. والحرف الممدود النون وعلامة المد نور تعلمنا حرف النون عرفنا اسمه و شكله وسمعنا صوته برحلة